اشهد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري لامراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره وهو ما يؤكد مدى حرص واهتمام سموه ومتابعته المستمرة لكافة الإجراءات الاحترازية بما يحفظ صحة والسلامة الجميع واثنى القحطاني على تعاون مختلف الجهات المعنية وتضافرها للتصدي لفيروس كورونا مشيدا بجهود معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا وما تقوم به وزارة الصحة من جهود كبيرة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف مساعيها الرامية إلى الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتوفير الرعاية اللازمة وفق أفضل المعايير الطبية الدولية وقال القحطاني أنه بتكاتف الجميع من أعضاء فريق البحرين المخلصين فإننا قادرون على التصدي لفيروس كورونا وأن العمل مستمر نحو رفع الطاقة الاستعابية لتطبيق المملكة لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء الفيروس ومكافحته لطمان الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وأضاف القحطاني أن ما قامت به المملكة من إجراءات والسعدادات عالية المستوى لمكافحة الفيروس دليل على التزام المملكة بتطبيق تلك الإجراءات بما يتواءم مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية في مكافحتها للفيروس وهو ما جعل المملكة موضع إشادة وتقدير من قبل منظمة الصحة العالمية في طريقة تعاملها مع الفيروس واحتوائه منعا من انتشاره ثافتا في هذا الصدد إلى ما اجتمل عليه تقرير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية من إشادات بالإجراءات لمكافحة فيروس كورونا وتعامل البحرين مع الفيروس بتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتصدي ووضع الخطط لتعزيز آليات التشخيص والرصد والمراقبة حيث اجتمل التقرير على الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالسفر المتمثلة في تأمين المنافذ من خلال آلية خاصة بمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد والموانا ومنعها للقادمين من الدول المبوئة الدخول إليها وتعليق وتقليل الرحلات الجوية من دول المنطقة وبين التقرير أن البحرين تواصل التحقيقات الوبائية الموسعة بالإضافة إلى حصر أماكن تواجد المصابين والمخالطين ووضع تدابير احترازية لمكافحة الفيروس وأن جميع الحالات القائمة يتم علاجها في مراكز متخصصة للعزل والعلاج تحت إشراف فريق طبي مختص بحسب البروتوكولات العلاجية والوقائية المعتمدة وتقديم مختلف الخدمات المميزة التي تقدمها مراكز الحجر الصحي الاحترازي لكافة الحالات المشتبه بها كما أشار التقرير إلى أن البحرين قدمت نموذجا متميزا بشأن التوعية والتدابير الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين بلغات مختلفة من خلال موقع وزارة الصحة ومختلف وسائل ومنصات الأعلام ترجمة نانسي قنقر